ابتدأ ابن أبد الدنيا كتابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أحرى أي أجدر أحرى أن يعجل أو يعجل الله عز وجل لصاحبه فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر أو مع ما يدخر في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي إذن عقوبات لابد أن ينالها الشخص في الحياة الدنيا بسبب هذين الأمرين بعض الأشياء تؤخر لكن هذان الأمران يعجلان في الحياة الدنيا الأول قطيعة الرحم فالرحم معلقة بالعرش تقول اللهم صل من وصلني وقطع من قطعني وذكرنا سابقا إن كنتم تذكرون أن الرحم نوعان واجب صلاته ومندوب فالواجب ما اشتركت أنت وإياه في رحم من جهة أمك أو من جهة أبيك وما على وما نزل فأساس الأرحم الأم والأب الأم والأب فبالتالي هذا الرحم من جهة الأم اشتركت أنت وأخوك أنت وأمك وأنت وأختك عفوا وما تفرع أولاد الأخ أولاد الأخت بنات الأخ بنات الأخت والرحم ليس محصورا بالإناث وإنما يشمل الذكور والإناث ولا يقال كيف أزور أنا الصغير وأنا كبير لا فبالتالي لا بد من ماذا من صلة الأرحم سواء كنت أنت الكبير أو كنت أنت إيش الصغير على كل حال الكلام في صلة الأرحم وما يتعلق بها من أحكام شيء كثير ووفير لكن يهمنا أن نتق الله عز وجل في أرحمنا ثم ذكر البغي هو الظلم وهو الظلم فأن تكون ظالما فلابد أن يأتيك العذاب في الحياة الجنية لا بد أن يأتي العذاب في الحياة الدنيا